أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تنفيذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأرمان بالجيزة وأشر خلال اجتماع لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير الحديقتين إلى أنهما متنفس للمواطنين الزائرين لهم من مختلف المناطق في الجمهورية وخاصة حديقة الحيوان التي تمثل جزءا من الموروث الترفيهي على مدار أجيال وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى توجهات الرئيس السيسي بشأن تطوير الأصول المملوكة للدولة مثل الحضائق والمتنزهات خاصة المتواجدة منها في نطاق القاهرة الكبرى كحديقتي الحيوان والأرمان بالجيزة مع التأكيد على أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال الإدارة والتشغيل